في العالم المتوحش اللي احنا عايشين فيه حايص الدول الكبيرة بتمسك الدول الصغيرة من رقبتها والقوي بيأكل الضعيف واللي معه فلوس بيحضن ويبوس اي حاكم او رئيس دولة جي له فرصة او تقع تحت ايده ورقة يقدر يضغط بيها على الدول اللي حواليها عشان يحقق مصلحة لبلده ما بيكذبش خبر وبياخد ورقة الضغط اللي جات له من السماء دي ويبوسها وشه وظهر ويفضل يستغلها ويعصرها عشان يكسب من وراها لحد ما ينشي فرقها وده بالضبط اللي بيعمله الرئيس التوركي اردوغان دلوقتي في حوار انضمان فنلندا والسويد لحلف الناتو ومن ساعة ما الدولتين قدموا طلب دخول الحلف واردوغان وقف لهم زي العقدة في الزور وقاعد على كورس يقصد بم الحلف وكل ما يشوف فنلندا والسويد بيقربوا يروح رشش عليهم مي والهم كل واحد يروح يلعب عند حلف لما الأخ فلاديمير بوتين حسب ملل ولقى نفسه فاضل وما بقاش في عنده أي معارضين في روسيا عشان يخلص عليهم والجو بقى هاتي خالص والدنيا هس هس وترمل إبرة في موسكو ترين هل ما بدهاش بقى؟ أنا مش هفضل عايش في الزهق ده كتير لما أوم أولع في أم الكوكب وأعمل حرب عالمية تلتة بدل ما أنا قاعد مسالم كده زي ما يكون رئيس الملظيف وأكيد روح ستالين وباقي المستبدين مش راضي عني دلوقتي وبصينا لقينا بوتين أملام قواته وداخل بيوم على أوكرانيا من غير إحم ولا دستور ونزل فيها ضرب وبدأت عركة كبيرة قوي بينه بين أمريكا والغرب وعلى جنب كده من الخناء اللي دايرة دي السويد وفنلندا كانوا قاعدين في حالهم كالعادة وكافين خيرهم شرهم الدولتين الحلوين دول كان بقى لهم سنين طويلة واخدين موقف الحياة بين الكتلة الشرقية والغربية وماشيين على الحابل بين روسيا وأمريكا عشان ما يزعلوش حد بس لما شافوا اللي بيحصل في أوكرانيا اليومين دول بدأوا يقلقوا وفنلندا والسويد بصوا البعض وقالوا طب وإحنا إيش ضمننا أن بوتين المجنون ده ما يعملش فينا زي اللي عملوا في أوكرانيا ومالناش في اللبش وشعوبنا متدلعة ومش بتاعت حروب وفرهادة يعني بوتين ممكن يدخل يحتلنا في نص ساعة عادة ويأزأزنا زي اللب السوبر بالزبط خصوصا وإننا جران وبيننا وبينه فارق الكعبة ولو مد رجله بس كده هيبقى عندنا طب إيه اللي عمل في الورطة السودة اللي ما كانتش على البال دي وفنلندا والسويد بدأوا يفكروا في حال ليلحقهم قبل ما يجرى لهم اللي جرى الأوكرانيا لحد ما الدولتين قرروا ان هم يجيبوا ورع وقلم ويكتبوا طلب انضمام لحلف شمال الأطلنطية وقال لك الحلف ده هو اللي هينقذنا ويحميننا لو بوتين فكر يقل عقل وضربنا وحلف الناتو أول ما شاف الطلب فرح قوي ورحب بيه على آخر واعتبروا مكسب كبير لأن انضمام الدولتين دول الناتو هيوسع النفوذ العسكري للحلف في أوروبا وهيحصل روسيا وهيزنقها في ركن الوحدة وهيديق على بوتين ويعزله وبدأ الحلف فعلا يجهز لانضمام فنلندا والسويد والحاج بايدن راح بنفسه وجاب كرسيين جلده ونظافهم كويس وحطوهم في أحسن حتة في الحلف عشان الدولتين يعودوا عليهم لما يوصلوا وبقيت دول الناتو علقوا على الشاي اللي هيقدموه الفنلندا والسويد أول ما يجوا وقعت الحلف اتكنسة والكهارب اتعلقت وكل حاجة بقت جاهزة لاستقبالهم وفجأة أعضاء الناتو سمعوا صوت جاي من آخر الحلف بيقول إني أعترض وبيبصوا على مصدر الصوت لقوا الرئيس التركي أردوغان بيستخدم حق الفيتو وبيرفض انضمام السويد وفنلندا للناتو قال لا ليه كلا أردوغان يا أخي ليه بتقتل الفرحة جوان ايه رخامة دي ما تسيبهم ينضموا يا عموا مدخلين بيتك هو أنت جاي الحلف ترزينا ولاي ما تروح تشوف الأزمة الاقتصادية اللي عندك ولا الليرة الواقعة ولا الانتخابات اللي وراك بعدما توقف لنا في الزور كده وتعطى المراكب الحلف السير استهدى بالله بس أردوغان ووافق على طلب انضمام فنلندا والسويد زي زملاتك في الحلف بطل دوشة وقالأ بس أردوغان فضل قافش في الاعتراض والدولتين دول بالذات لا هيدخلوا الحلف ولا هيعدوا من جنبه حتى وبدأ الدول الحلف تحاول تضغط على أردوغان وتتفاوض معاه عشان يتراجع الموقف وما فيش فايدة برضه ولما السويد وفنلندا شافوا كده اعلنوا ان هم هيبعثوا وزراء الخارجية بتاعهم على انقرة عشان يعودوا مع الرئيس التركي ويقنعوه يوافق على انضمامه بس أردوغان غلس بزيادة وطلع قال للسويد وفنلندا لا ما تتعبوش نفسكم ما تبعتوش حد وفروا المشوار وفلوس المقرباص اللي هتيجوا بيه أحسن لأن مفيش فايدة من الزيارة وكده كده مش هوافق على انضمامكم الحلف حتى لو بعدتوا لي كل الوزراء اللي عندكم وخلال الكام يوم اللي فاتوا خرجت تصريحات كتير عن موقف تركيا من مسؤولين في حلف الناتو والاتحاد الاوروبا وزير خارجية لوكسنبيرج مثلا طلع قال ان تركيا تفضل رفضة ومنشي فريق الناتو لحد ما توصل لأكبر مكاسب ممكن الحكومة الفنلندية بقى قالت انا غلطانة اصلا ان قدمت طلب مع السويد السويد دي عاملة مشاكل مع اردوغان بقالها فترة طويلة قوي وفي الاخر انا اللي روحت في الرجلين ده غير ان الحكومة السويدية تنكا كده وعاملة فيها بنت الباشا وفي الكم شهر اللي فاتوا كانت قاعدة حطا رجلة على رجلة وما بتقومش من مكانها وسايبان احنا عملين نلف على كل دول الحلف عشان نتفاض معاهم ونقرب وجهات النظر بيننا وبينهم وفي الاخر اردوغان امواخد عاطل في باطل ورفض طلبنا مع طلب السويد طب واحنا مالنا اليمبي وانا بقى فيه سؤال مهم جدا هو ليه اردوغان اصلا معترض على دخول فنلندا والسويد للحلف وليه مسك حق الفيت وقافش فيه بأيدي واسنانه كده زي ما يكون السويد وفنلندا دول كله ورسه رخامة مثلا ولا عين دي كده وخلاص لا طبعا ما فيش الكلام ده احنا مش في حضانة ولا اردوغان عاجل صغير عاوز يغز زميله ومش راضي يقاعد حد جنبه في التخت يعني الموضوع ببساطة ان طبيعي جدا ان النظام اللي بيحكم اي دولة في العالم يضغط بكل الاوراق اللي في ايده عشان يحقق اكبر مكاسب لبلده بس يكون نظام محترم يعني مش دلدول ولا واقع من على النخلة ولا على دماغه بطحة ولا ماشي تحت بطأ اي حد يسلفه ويشحته قروضه ودايع طب حيل واقوي ايه بقى المكاسب اللي اردوغان عاوز يحققها البلد من ورا الرفض ده لما اردوغان اعترض قال في اسباب الرفض ان تركيا مش هتسمح بوجود دول بترعى الارهاب جوه الحلف ايه ده هم فنلندا والسويد بيرعوا الارهاب ازاي عن المؤخص دول بلاد اوروبية شعرهم وصفر وعنهم خضر ومش مسلمين ولا مربين ده انهم وكل مواصفات الارهابيين اللي امريكا كتبها في الكتالوج من يوم 11 سبتمبر لحد دلوقتي مش موجودة فيهم هم لقى الموضوع الحكاية بدأت من كزا سنة لما السويد خدت موقف بيد عن ميليشيات حزب العمال الكردستاني في تركيا ضد اردوغان وباقي بتستضيف اعضاء الحزب عندها كمان وبتوافق على طلبات لجؤهم للسويد والموقف ده دايق نظام التركي جدا ولزود الموضوع ان لما تركيا طلبت من السويد انها تسلمها 11 من اعضاء حزب العمال الموجودين في ارضها ومتهمين في قضاء ارهاب عشان يتحاكموا في انخرة السويد رفضت ونفضت للطلب ده ولما قوات التركيا قامت بعمليات عسكرية ضد ميليشيا الاكراد في شمال سوريا السويد وفنلندا اعترضوا وخدوا بعض وراحوا انضموا لاتفاقية حزر بيع الاسلحة التركية مع مجموعة من دول الغرب كل المواقف اللي فاتت دي عملت ازمة دبلوماسية كبيرة بين السويد وتركيا وخلت اردوغان مش طايق الاخوة السويديين ومستني تقع تحت ايده اي ورقة يقدر يستخدمها ضد السويد عشان يجبرها تتراجع عند دعمها للاكراد وفي نفس الوقت يضغط بها على الدول الغربية اللي متحمسين لانضمام السويد للحلف عشان يفكوا حزر بيع السلاح والطلب اللي السويد قدمته عشان تنضم للناتو جيل اردوغان عالطبطاب وخلاه قال للسويد والغرب تعالوا على حجري بقى ووروني تقدروا تقدموا لي ايه عشان اوسع من قدام باب الحلف واسيف فنلندا والسويد يدخلوا برجلهم اليمين طيب بالنسبة للسويد الشقيقة بقى ايه موقفها من طلبات اردوغان وهل ممكن تنفذ اللي هو عاوزه عشان يوافق على انضمامها للحلف ولا لا كل تقارير الصحفية بتأكد ان السويد هتموت وتخش الناتو وبتنم بالليل تحلم باليوم اللي هتنضم فيه للحلف لانها شايف ان ده الضمان الوحيد اللي هيحميها من ناب بوتين لازرق بس في نفس الوقت صعب انها تقدم تنازلات في موضوع الاكراد لكذا السبب اولا ان السويد حاليا فيها جاليا كردية كبيرة جدا يعني تقريبا الاكراد اللي في السويد دي الوقتي اكتر من السويديين نفسهم وبالتالي لو الحكومة السويدية اتخلت عنهم او بطلت تدعامهم او سلمت عدد منهم لتركيا الدنيا هتتقلب عندها وهتدخل في مشاكل كبيرة جدا مع الجاليا دي ومع الرأي العام السويدي كمان واللي اغلبه متعاطف مع الاكراد وشايف ان تسليمهم لتركيا انتهاك لحقوق الانسان والحكومة السويدية مش عاوزة قلق اليومين دول خصوصا انها دخل على انتخابات برلمانية صعبة اخر السنة ده غير ان اساسا فيه انقسام كبير جوه الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في السويد الايام دي وعدد كبير من اعضاء الحزب المعتقين كانوا رفضين من الاول مبدأ الانضمام للنيتو لان جزء منهم كان شايف ان خروج السويد من حالة الحياد ودخولها في الحلف هيستفز بوتن اكتر وده بلطاجي والسلاح النووي عنده بالكوم ومن ضمنش رد فعله في جزء تاني كان شايف ان انضمام السويد للنيتو هيخليها تقدم تنازلات كتير عشان ترضي دول الحلف ومن ضمنهم تركيا مسؤولين الحكومة بقى لما شافوا الانقسام ده اضطروا عشان يهدوا الدنيا والموضوع يمشي يأكدوا الاعضاء الحزب والرأي العام السويدي انهم مش هيقدموا اي تنازلات من اي نوع عشان يدخلوا الحلف احنا جماعة هنقدم طلب عادي وهننضي وهنلزأ عليه ورقة الدمغة وهنبعته للنيتو في البسطة لو الجماعة في الحلف وافقوا عليه من سكاتي باخيروا بركة اما بقى لو طلبوا مننا نغير سياستنا ونقدم تنازلات هنقولهم يفتح الله والوعد ده اللي قدمته الحكومة السويدية لأعضاء حزبها مخليها مزنوقة دلوقتي مش عارفة تعمل ايه ولا معها ورقة تتفاوض بي المكسب التاني اللي اردوغان عاوز يحققه من الفيتو بتاعه مالوش داعه بالسويد ولا فنلندا ولا اوروبا بحالها الموضوع المرادي يخص الولايات المتحدة الامريكية اللي بقى لها فترة سيئة العوج على تركيا وبتتلكك لها على الفضية والمليان ولما امريكا شمت خبر ان تركيا راح تشتري سواريخ من روسيا افشت وقالت قصة اردوغان غلط وانا كنت مستنيها يغلط ورحت على طول واخد قرار بمانع تركيا من المشاركة في برنامج طيارات ال F-35 المقاتلة اللي امريكا عاملها ولما تركيا طلبت بعد كده انها تشتري من امريكا طيارات F-16 اللي امريكان رفضوا الطلب وقالوا لتركيا ما كانش ينعز والله احنا ما عندناش في المخزن طيارات بالاسم ده لما نجيب ان شاء الله هنبقى نقول لكم دلوقتي بقى اردوغان عارف كواس قوي ان امريكا يهمها دخول السويد وفنلندا لحلف الناتو عشان تضغط على عدوها بوتين اللي ما بيسمعش الكلام ده وتحصر والرئيس التركي بيحاول يستفيد من الموضوع ده لصالحه وبيقول لبايدن سيب وانا سيب انت حج بايدن تسيب تركيا تدخل برنامج ال F-35 وتبع لنا ال F-16 وانا ارتجع عن الفيتو واسيب فنلندا والسويد يدخلوا الحلف واقعاده مع الكورسي اللي جانبي كمان ونطلع كسبانين احنا اللي اتنين ويا دار ما دخلك شر وبتقل ان بايدن فعلا ما عندوش مانع يبيع لتركيا طيارات F-16 والعادة جدعان الطيارات عندنا كتير الحمد لله خلوا الاتراك يجوا يحملوا اللي هم عاوزينه ويتكلوا على الله بس المشكلة ان القرار في النقطة دي مش لبايدن لوحده والكونجرس لازم هو كمان يوافق وحاليا كل التقارير بتقول ان اغلبية اعضاء الكونجرس مش مرتحين لاردوغان وشايفين انه حليف مساهل كده ولا مضمون خصوصا بعد العملية العسكرية اللي عملها في شمال سوريا ضد قوات حزب العمال الكردستان وموقف الكونجرس ده هو اللي ممكن يوقف الموضوع رغم موافق بايدن طيب بعد ما عرفنا سبب الفيتو اللي رفعوا اردوغان والطلبات اللي عاوزها من السويد وفنلندا وامريكا عشان يتراجع عن موقفه يا ترى بقى ايه اللي هيحصل التقارير مالية الدنيا عن السيناريوهات اللي ممكن تتم الفترة الجاية منها اللي بيقول ان امريكا والغرب هيبضلوا يضغطوا على اردوغان عشان يرضخ ويوافق من غير ما يحقق المكاسب اللي هو عاوز وفيه تقارير تانية بتأكد ان اردوغان هيفضل متمسك بموقفه لحد ما ياخد اللي هو عاوزه مهما كانت الضغوط وفيه اللي بيقول ان بايدن بيحاول حاليا يقنع السويد انها تقدم لاردوغان شوية تنازلات وفي نفس الوقت فيه مشاورات بينه وبين قيادات الكونجرس عشان يوافقوا على بيع الطائرات لتركيا خصوصا وان الوقت داي وامريكا عاوزة تخلص الموضوع ده بسرعة واتدخل السويد وفنلندا في الحلف وتختم وراءهم واتطلع لهم الكارنهات اليومين دون عشان يلحقوا يحضروا قمة الناتو الجاية اللي هتتعامل في مدريد طب ايه اللي هيتحقق فعلا من كل السيناريوهات دي ومين الطرف اللي هيقدر يطلع بقى اكبر مكاسب ومين اللي هيتطر يتنازل واخناقة الناتو دي هتنتهي على ايه بالزبط ايه انا اولي ما عرفش ولا حد يعرف وانا بضرب ودعا بس ساعدين هنعرف الايام الجاي ونشوفكم على خير ان شاء الله انتم عارفين انا عايزكم تعملوا لايك وشير ليه مش عشاني لا 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 ده عشانكم من دو عشان بحبكم من دو